أكد مجلس الأنبار أن العمليات العسكرية في المحافظة تسير وفقا لخطتها المرسومة مطالبا الحكومة باستيعاب النازحين من مناطق العمليات وإيوائهم الآن مناطق الزوية والقرى المحيطة بها تم تحريرها بالكامل هناك تقدم باتجاه عانا نعتقد الأيام القريبة جدا سيكون هناك تحرير لعانا خصوصا بعد أن قامت نظيم داعش بأخذ أو إخلاع عوائله إلى منطقة القائم وسوريا أدتها المعركة أو بدايتها إلى لزوح عدد كبير من العوائل لغاية يوم أمس استقبلنا أكثر 250 عائلة من ابناء عانا وراوة والقائم هناك موجودة مخيمات السابقة التي كانت في منطقة 18 والمدينة السياحية والعامرية استقبلناهم ولكن المشكلة التي تلاقين أنه قلة التخصصات المالية لهم وقلة تقديم الدعم قبل منظمات دولية خصوصا أننا الآن في فصل الشتاء والأمطار والجو البارد جدا أدى إلى وجود كارثة نوعا ما بسبب عدم تقديم الحكومة المركزية وذلك بسبب قلة التخصصات المالية فنحن نطلب من قناتكم هذا الكريم أنه توجه الحكومة المركزية منظمات دولية وكذلك توفير مبالغ من قبل وزاعة الهجرة والمهجرين لاستقبال وإيواء النازحية